بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أحمد المرامي يقدم لكم سلسلة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية هذا الدرس هو حول grammar section مجال القواعد ويكون الدرس الأول في الوحدة الأولى comparisons اللي هو المقارنات طيب نأخذ في هذا الدرس بالتحديد comparative and superlative degrees درجات المقارنة اللي هي comparative والتفضيل اللي هي superlative أوكي بعد هذا الفيديو مباشرة أو في نهاية هذا الفيديو مباشرة بيكون معكم مجموعة أسئلة ضروري ما تجاوبها أسئلة من نماذج وزارية تجيبوا عنها في التعليقات أوكي نعم تأكد 100% أنكم ستحلوها وأنتم مغمضين أوكي يلا نبدأ نبدأ الدرس هذا بال comparisons في معنى مدخل حول المقارنات انضقها comparisons أوكي مقارنات أوكي طيب نشوف معنا شوية أمثلة أو مثالين يوضحين بداية ومدخل هذا الدرس علي رجل دكي إذن استخدمت كلمة smart والتي هي adjective صفة لكي أصف هذا الشخص أوكي ممتاز نشوف المثال الثاني today's exam is difficult إذن كلمة difficult هذه أيضا صفة واستخدمتها الوصف today's exam اللي هو اختبار اليوم من هذا أو من هذين المثالين أنا باستخدم الصفات الـ adjectives to describe people or things لكي أصف الأشخاص أو الأشياء هذا واحد الشيء الثاني إنه ما بأضفش أي شيء للصفة إذا كنت بأطلق حكم مباشر على شيء أو شخص إذا كنت بأطلق حكم أو بأصفه بشكل مباشر ما بأضفش للصفة أي شيء أوكي بتجي الصفة كما هي واضح الشيء الثالث إذا أتى بعد الصفة اسم معدود ومفرد بتسبق الصفة بـ article اللي أداة تعريف smart man إذا ما فيش إذا ما فيش معي اسم بعد الصفة ما فيش معاي articles أوكي أوكي طيب excellent إذا عرفنا المدخل الوصفة للأشياء والأشخاص باستخدم صفات إيش أستخدم صفات أوكي مثل smart and difficult ببساطة easy easy ممتاز تعالوا نشوف نبدأ الشيء المهم اللي هي درجة المقارنة comparative degree طيب الآن درجة المقارنة ببساطة باستخدمها عند المقارنة بين شخصين أوكي أو شيئين بين قارن بين شخصين أو شيئين أوكي باستخدم صيغة المقارنة أي في بناء الجمل في تركيب الجمل نشوف الأمثلة أو بعنا التوضيح عند المقارنة بين شخصين أو شيئين بشوف المقاطع الصوتية للصفة عندنا في اللغة الإنجليزية أكيد أن الصفات عبارة عن words عبارة عن كلمات في اللغة الإنجليزية الwords تتكون من مقاطع صوتية اللي بنسميها syllables أيش المقاطع الصوتية يا شباب؟ syllables syllables ممتاز طيب في صفات أو في كلمات تتكون من مقاطع صوتي واحد مثلا لما أقول الصفة سعد تتكون من مقاطع صوتي واحد إذا ما عندكش أي خلفية حول المقاطع الصوتية انطق الكلمة إذا بتنطقها في لفظ واحد أعرف أني من مقاطع صوتي واحد أو بيميزها أن لديها صوت متحرك واحد والذي يمثل الأصوات المتحركة الحروف المتحركة في اللغة الإنجليزية ما هي الحروف المتحركة في اللغة الإنجليزية؟ قال خمسة أحرف A-E-I-O-U هذا الأحرف المتحركة طيب ليش إشي عندنا أحرف أخرى أيها عندنا أحرف ساكنة أيش الأحرف الساكنة قال الأحرف الساكنة يعني كل الأحرف في اللغة الإنجليزية ما عدا هذا ولا الخمسة تمام طيب ويش استفيد منهن يا أستاذ أها علشان تعرف كم معك مقاطع صوتية في الكلمة في قاعدة بسيطة جدا تظل الكلمة تظل ماذا الكلمة ذات مقطع صوتي واحد ما لم يفصل بين متحركين ساكن كيف يا أستاذ تعالوا نوضح بسرعة في هذه العجالة مثلا معايا كلمة فابي يو لس كم معانا أحرف نقول متحركة والتي بتمثل أصوات متحركة في هذه الكلمة معانا أو طيب فصل بين واليو اللي بننطقه ب وهو ساكن فصل بين ال والو واليو إذن فصل بين المتحركات ساكن اثنين ساكنات أو أحرف ساكنة أصبحت أصوات ساكنة إذن أصبحت هذا الكلام تتكون من من ثلاثة مقاطع صوتية واضح يا شباب ممتاز في أيش بستفيد من هذا الشيء أيضا مثال آخر حول كلمة سمارت كلمة سمارت وأيضا كلمة ديفيكولت هذه سمارت مقطع صوتي واحد ديفيكولت أكثر من مقطع صوتي واحد نجي نشوفها كلمة مثلا ديفيكولت نشوف ديفيكولت كولت بين الأي والأي معنى الأف أوكي وبين اليو والأي معنى السي إذن لدينا دي في كولت ثلاثة مقاطع صوتية في هذه الكلمة واضح يا شباب واضح نشوف الأمثلة علشان نعرف إيش نستفيد من هذا علي إز سمارتر إيش أفعلنا للسمارت هذه أضفنا لها E than his print إذن الآن نبي نقارن بين علي وصديقه وبما أنه نقارن بين علي وصديقه إذا كان لدي صفة من مقطع صوتي واحد أضيف لها أعيش E R كما هم وضح في هذا المثال وبعدين يقول than من أوكي حانا الصفة بيصبح معناها أذكى smarter أذكى طيب than من كلمة من أذكى من his friends صديقه إذا أنا نبي قارن بين شيئين أو شخصين الصفة من مقطع صوتي واحد ضفت لها ER وبعدين than وبعدين جبت الشخص الثاني أوكي أوكي طيب نشوف المثال الثاني today's exam is more difficult ولا less difficult than yesterday's أيش الخبر هنا يا أستاذ طيب هذا الصفة الموجودة في هذا الجملة تتكون من أكثر من مقطع صوتي واحد إذن أول شيء ما بضفش لها أي إضافة إذا كنت بين قارن بين شيئين أو شخصين هذا واحد الشيء الثاني إذا كنتش تقول أكثر صعوبة بقول more difficult بعدين أجيب than بعد الصفة إذن more قبل الصفة than بعد الصفة والصفة ما أضف له ولا شيء تمام طيب لو أشت أقول أقل صعوبة أقول less difficult وبعدين أجيب than أوكي إذن less قبل الصفة than بعد الصفة والصفة ما أضف له أي شيء أوكي أوكي إذن بيصبح المثال بهذا الشكل today's exam is more difficult than yesterday's اختبار اليوم أكثر صعوبة من أمس أوكي I'm sorry to that طيب لو كان أقل صعوبة today's exam is less difficult than yesterday's أوكي ببساطة إذن معنا قاعدة تتعلق بالصفات ذات المقطع الصوتي الواحد والصفات التي تتكون بأكثر من مقطع الصوتي واحد نسمي ذات المقطع الصوتي بالصفة القصيرة والصفة ذات الأكثر من مقطع الصوتي واحد بالصفات الطويلة طيب لو كانت الصفة قصيرة وبين قارن بين شيئنا وشخصين أضيف لها مباشرة er تمام كما هو موضح أضيف لها مباشرة er طيب بعدين than وأكمل طبعا في معانا subject وفعل يعني تسبق الصفة وهنا في معانا subject بعد than بين قارن السبجكت الأول مع السبجكت الثاني باستخدام صفة ذات مقطع صوتي واحد بضيف للصفة er وبعدين than طيب له أكثر من مقطع صوتي واحد سميناها صفة طويلة ممتاز بجيب more إذا كنت أقول أكثر وبعدين الصفة وبعدين than بجيب less إذا كنت أقول أقل وبعدين الصفة وبعدين than أوكي هذا ببساطة بالنسبة للcomparative طيب superlative درجة التفضيل باستخدم درجة التفضيل أولا علشان أميز شخص من بقية الأشخاص أو شيء من بقية الأشياء أوكي أوكي سواء في درجة تفضيل جيدة إيجابية أو سلبية نشوف الأمثلة ألي is the smartest أنا في معانا شيء جاء قبل smart اللي هي the الأرتكال the وأضفنا لل est للصفة أو إذن إذا كانت الصفة من مقطع صوتي واحد أضيف لها est وقبلها the أوكي سهلة وأنا معانا الصفة سهل صح؟ طيب بعدين أكمل الجملة طيب نشوف لو كانت من أكثر من مقطع صوتي واحد مثلا أوكي بنشوف today's exam اختبار اليوم is the آه جبنا the ممتاز most أو بعدها most هنا المost بترجم بنترجمها الأكثر 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 أيش difficult الأكثر صعوبة أوكي طيب until now اختبار اليوم هو الأكثر صعوبة حتى الآن طيب لو كان الأقل صعوبة الأقل شوف ما بنقولش أقل الأقل صعوبة بقول least أوكي بقول least least أوكي أوكي وبعدين جبنا الصفة اللي هي difficult وبعدين أكمل الجملة إذن الصفة من أكثر من مقطع صوتي واحد the بعدها most إذا اشترينا أقول الأكثر ولا the least الأقل وبعدين الصفة بدون أي إضافات أوكي وهذه واحدة من استخدامات article the في درجة التفضيل ليش؟ قال لأننا بنميز شخص عن بقية أيش الأشخاص فبيصبح مميز لذلك اشتيله شيء بارز the يبرزع عن بقية الأشخاص أو عن بقية الأشياء واضح؟ إذن نشوف القاعدة ببساطة إذا كانت الصفة من مقطع صوتي واحد أش عملنا؟ ذا قبل الصفة وبعدين الصفة أضفنا لها est وكملنا الجملة أوكي طبعا أنا في معنصة object وverb أوكي أوكي طيب لو كانت الصفة من أكثر من مقطع صوتي واحد اللي صفة طويلة بجيب the اشتني أقول الأكثر أقول the most اشتني أقول الأقل أقول the least بعدين الصفة بدون أي إضافات وأكمل الجملة أوكي في معنى استثناءات بنأخذها في الجدول التالية تمنى أن تكونوا قد فهمتوا يعني لحد الآن الآن الخلاصة معنا إضافة كيفية الإضافة إلى الصفات إذا كانت الصفة تتكون مقطع صوتي واحد غالبا بضيف لها ER في المقارنة وبعدين the smallest مثلا أضيف لها EST وقبلها ذا أقلبت صفات طبعا من مقطع صوتي واحد ثان انتهت ب second وقبلها I اللي يوم تحرك وقبلها second دبلنا الساكن وأضفنا than وأضفنا ER وبعدين ذا في المقارنة وندبل الساكن ونضيف EST وقبلها ذا كما هم وضح إذا cheap أنتهت بساكن ولكن قبلها متحركين أيش أعمل قال عادي أعمل cheaper than ضيف ER بعدين ذا وفي التفضيل أعمل that cheapest ضيف EST وقبلها ذا أوكي nice أنتهت بال E كما بتلاحظوا يا شباب أيش أعمل لها في المقارنة ممتاز أضيف R بعدين ذا وأجيب ذا وبعدين EST أوكي happy أنتهت بال Y ايش نغير ال Y إلى I ممتاز I ونضيف ER happier than وبعدين في التفضيل the happiest أوكي narrow إذا كانت هذا بدأنا في الاستثناعات إذا كانت الصفات تكون مقطعين صوتيين وانتهت بال W حانا بنعملها معاملة الحالة الأولى اللي هي إضافة ER وبعدين than في المقارنة ذا narrowest إضافة EST وقبل هذا في التفضيل أوكي الآن beautiful ذات أكثر من مقطع صوتي more or less قبل الصفة بعدين الصفة وبعدين than the most or the least وبعدين الصفة 3-2-1 أوكي في التفضيل the best المعنى أنه يتغير شكلها لا تنسوا يا شباب but سيء يتحول إلى worse than أسوأ من وفي التفضيل the worst طيب many much كثير تتحول إلى more than في المقارنة the most في التفضيل طيب بمعنى little قليل or little less than بتتحول في التفضيل إلى the least far بعيد بتتحول إلى further ولا farther عادي spelling عادي ما فيش إشكال فيه further than or farther than في المقارنة the furthest or the farthest في التفضيل well known الصفات التي compound الصفات التي compound تتكون من كلمتين تصبح مركبة قبلها well مثلا well known well dressed well educated هذه بنحول الwell إلى better known than or the best known وإذا عملت more well known ولا the most well known في طبيعي طيب يا شباب الآن معاكم أسئلة وردت في الاختبارات الوزارية تحلوها وترسلوها على التعليقات 2 3 4 5 6 حسنا هذا كل ما يتعلق بهذا الدرس أشكركم على الإسقاء والمتابعة وتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم إلى اللهم المترجم للقناة